يرعى هذا الأقاليم أستاذ حيدر بصرحتك المعروفة قل لي فلان الفلان يرعى هاي القصة ورايح باتجاهها يعني بالجو العام بالعلن الجميع الأطراف السياسية إذا كنت تتكلم عن الفاعل السياسي السني لا تتكلم في إطار الأقاليم لكن يعني داخليا أكثر من جهة كانت تتحدث تحاول أن تروج لفكرة الأقاليم حزب الإسلامي كان يروج لبثل هذه الفكرة الحلبوسي كان يروج لبثل هذه الفكرة ولكن أكو حقيقة إقليمية دولية أنا أعتقد خلتهم شوية يأخذون خطوة إلى الوراء أستاذ سامر أنتوا تلاحظ تنظيم داعش الإرهابي رسم الخارطة الطائفية السياسية للعراق يعني كردستان كانت واقع حال وما زالت صح صح داعش لو تباوع خارطة الانتشار مات كأنه رسم حدود سنستان فعندما رسم حدود سنستان المتبقي شيئستان وتبقى بغداد مشتركة قرار الإقليم قرار إقليمي دولي بنسبة 80% والقرار الداخلي هو بنسبة 20% كما قضية الدولة الكردية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر